السلام عليكم مصدر ملاحي صنعاء تسيطر على سفينة جديدة في البحر الأحمر إذا لم تكن مشتركا في القناة في الشرك وإذا كنت بين المشركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو تمكنت قوات صنعاء اليوم الخميس من السيطرة على سفينة جديدة كانت في طريقها إلى موانئ الكيان الإسرائيلي تطبيقا للقرار الذي كان قد أتخذ من صنعاء سابقا إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ونقلت قناة جزيرة عن مصدر ملاحي يمني قوله قوات أنصار الله الحوثيين تجبر سفينة حاويات كانت متجعة إلى الكيان على ثغير مصارها وأكدت أن السفينة في طريقها للموانئ اليمنية فيما لم تؤكد ذلك بعد متحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع وكشفت الشركة للأمن البحر البريطانية أمبري يوم أنه طلب من سفينة تبحر في مضيق باب المندب ثغير مصارها والتوجه إلى اليمن وذكرت أمبري وهي هيئة عملياتية للتجارة البحرية البريطانية في مذكرتين إرشاديتين أنهما ثحققان في الواقع وفي حادث آخر في المحيط الهندي قبالة اليمن كما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المذكرة إنها ثلقت بلاغا من سفينة عن رؤية انفجار قبالة سواحل اليمن في جنوب البحر الأحمر وذكرت أمبري أن سفينة شحن مملوكة لجزر مارشال وترفع عالم هونغ كونغ رصدت سقوط صاروخ في المياه أثناء إبحارها باتجاه الشمال وذلك شمال غرب المخاب اليمن وأكدت قوات صعر أهل اللسان متحدثية أنها لن تتردد في استهدف أي سفينة تخالف ما ورد في البيانة السابق في إشارة إلى قرار منع عبور السفن إلى العدو الإسرائيلي أي كانت جنسيتها ما لم يتم إمداد غزة وسكانها باحتياجاتهم الكاملة من الطعام والدواء في الأخير إذا كنتم من المهتم بالنوع من الأخبار لا تنسوا للشراك لتتوصلوا بالجديد وشكرا